اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان المنتخب الوطني لكرة القدم خسر من ايران في التصفيات المنديالية لكن البحرين كسبت لحمة وطنية كبيرة في المجتمع الوطني وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد علم كرة القدم بين فائز وخاسر صحيح اننا خسرنا مباراة ولكن ما شاهدناه في الفترة الماضية من لحمة وطنية كبيرة يؤكد باننا جميعنا فائزون لاننا كسبنا لحمة وطنية في الحملة الوطنية عشان هذا العلم واضاف سموه المباراة فائز وخاسر وهذا امر طبيعي في كرة القدم عالم الكرة المستديرة حالات الفوز يفرح لها الجميع وحالات الخسارة نقف امام لعبنا ونؤكد لهم بان المعنويات عالية والتركيز سينصب نحو الافضل وعبر سموه عن تقديره الى جميع من وقف خلف المنتخب عبر الحملة الوطنية عشان هذا العلم واحمرنا غير وهو ما ميز المباراة عبر اللحمة الوطنية الكبيرة وشيدا بجهود الجهازين الفني والاداري والاعب المنتخب على جهودهم التي بذلوها طوال الفترة الماضية وتمني نأسموه للمنتخب كل التوفيق والنجاح في المراحل المقبلة مبروك للمنتخب الايراني الفوز هالمرة ولكن صحيح نخسرنا الامباراة ولكن كسبنا لحمة وطنية كبيرة عشان هذا العلم اشكركم كلكم واشكر متباعتكم واشكر تواصلكم لازم اقول لكم شي واحد مهم ان الامباراة بين غالب ومغلوب وراح نرجع عقوى لكن بقاء هذا العلم هو بقاء روس شعبة وناسة خلوني ارويكم نبذة بسيطة بس عن الأسود اللي عندي خلني سمعكم صوتهم بس معنوية شباب عالية عالية والله